أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي المجاب وعلى آله وأصحابه وأصنا قديمه واجعلني بجاهه صلى الله تعالى عليه وصلم داعيا مجاب بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد من الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يقول له قف عن أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يقول له قف عن أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يقول له قف عن أحد لا إله إلا الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلاق من شر ما فلق ومن شر غاثق ذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسب إذا حسد لا إله إلا الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر وصواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نسعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامين ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبيلك وبلا أخذتهم يقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون بسم الله الرحمن الرحيم صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ما قال ربنا ومولانا من الشاهدين اللهم تقبل منا ختم القرآن وتجاوز عنا ما كان في تلاوته من سهل أو نسيان أو تحريف أو تقديم أو تأخير أو زيادة أو نقصة أو تأييد على غير ما أنزلته أو ريب أو شك أو تعجيل عند تلاوته أو سرعة أو زيق اللسان أو مقوف بغير وقف أو إدغام بغير مدغم أو إظهار بغير بيان فاكتبه منا على التمام والكمال والمهذب من كل الألحان فاكتبه منا على التمام والكمال والمهذب من كل الألحان فاكتبه منا على التمام والكمال والمهذب من كل الألحان وارزقنا فضل من قرأه مؤديا حقه مع الأعضاء والقلب واللسان وارزقنا فضل من قرأه مؤديا حقه مع الأعضاء والقلب واللسان اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب غمومنا وقائدنا وسائقنا إلى جنة النعيم اللهم اجعله أنيسنا في الوحشة ومصاحبنا في الوحدة ومصباحنا في الظلمة ودليلنا في الحيرة ومنقذنا في الفدنة وعصمنا به من الزيغ والأهواء وكيد الأعداء يا رحمن يا رحيم اللهم اختم بالسعادة آجالنا وحقق بالزيادة آمالنا وقوم بالعافية غدونا وآصالنا واجعل إلى رحمتك مصيرنا ومآلنا واصب بسجال عفلك على جنوبنا ومن علينا بستر عيوبنا اللهم اجعل تقواك زادنا والثقة بك ذخرنا واعتقادنا وأمن من الجوع والخوف بلادنا وصائر بلاد المسلمين يا ربنا اللهم نقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهول به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحيتنا اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهننا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا توثر أحدا علينا وأرضنا وارضعنا وباسمك الكافي إفنا برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم إني أسألك من كل خير سعلك من ذو سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم نبيك ورسولك وأعوذ بك من كل شر استعاذك من ذو سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم نبيك ورسولك وربنا تقبل منا إنك أنت سميه العليم وتبع لنا إنك أنت التواب الرحيم وربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بسم الله الرحمن الرحيم اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم صلِّ وسلِّم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه واغفرني ولوالديّ وللمومين والمومنات والمسلمين والمسلمات لحياء منهم والأمراد وهب لعبدك وخليلك وحبيبك وخديم رسولك صلى الله تعالى عليه بآله وصحبه وصلم وبارك وخبيبه وحبيبه عليه الصلاة والصلام بآله وصحبه ما أحببته واخترته ورضيته له في الحال والمآله بلا آفة ولا كدر قبل الهبة وعند حصولها وبعد حصولها أبدا آمين يا رب العالمين يا الله مغفرتك المؤملة أوسع منذنوا بعاصل مهلة يا بر رحمتك أرجى عندنا من عمل نكسبه فاغفر لنا ولجميع المسلمين أجنعين والمسلمات كلهن كل حين ولا تواقذنا بسوء الأدب وبالتجرؤ وكثر اللعب فإننا وإن تجرأنا فلا نرجو سواك كن لنا تفضلا ولا تواقذنا بكثرة الفضول في ظاهر وباطن وبالغفور وأسبلن علينا رب عافية وهبنا القصد في الدارين يا الله وافتح لنا كل باب كنت فاتحه للصالحين من الخيرات يا الله واصدق بنا نهج رشج وكفنا زللا واطرد لنا الجن والشيطان يا الله وكمنا كل ما ننحو ونقصده وهب لنا كل ما نختار يا الله ورب لنا كل ذي صعب ودي حرن ويسر كل ذي التعصير يالله طول لنا عمرنا صحه لنا بدنا وهب لنا الرشد والتوفيق يالله صحه لنا بدنا وهب لنا الرشد والتوفيق يالله ودمر كل أعداء تضر بنا قبل الوصول لنا يالله يالله وكن لنا عاصما من كل مهلكة ونجنا من بلاي الظهر يالله وكن معيذا لنا من شر ذي حسن مع الشرف من وشر العين يلاه وشر سحر وشر الخلق إنسهم مع جمهم ودوات السم يلاه يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا ندفع درنا بجاه خير العالمين الأكرم ثم بيم رمضان الأعظم يلاه يا رحمن يا رحيم يا بر يا كريم يا عظيم اغفر ذنوبنا تقبل منا واحمي ثمانا وتجاوز عنا وأنزل يا ربنا خير النعم مكان ما نخاف من شر نقم وهب لنا الآباب والمزايا وقفنا الآفات والرزايا وهب لنا الحرص على الطاعات وقفنا الكسل في الأوقات يا بر يا لطيف يا معافي يا من له أمر وراء يا شافي أنزل الشفاء كما كان الدائي ولا تعامل ما جنبت لائي واشفئ جميع المسلمين عاجلا تنقهم خوفا وحزنا عاجلا ونجهم وعافهم والطف بهم ولا تواخذهم بكثر ذنبهم فإنهم وإن عصوك يا أحد لغفلة لم يشركوا بك أحد وإنهم أبدانهم لا تقدر على بلائك لضعف يظهر قلوبهم ليست تميل أبدا إلى سواك ها هنا ثم عدا لكن ما تلذل الجوارح أفضاهم لأقبه القبائل فلا تواخذهم بما لا ينقصك ولهم أهب الذي لا ينفعك يالله يا مقلب القلوب قلب قلوبنا عن العيوب رحمة مؤهد لجميع الخلق رحمة من يغني عن الشر من قرآنه قرأه حب أمة المستفى عن كل مفسدة والترحم الخلق يا من جدهم بدأه يا مالك الملك يا من جل عن قود ارحم دميع الوراء يا هادي الرداء يا مالك الملك يا من جل عن قود ارحم جميع الوراء يا هادي الرداء اللهم انصر من جعلته ولي أمرنا اللهم انصر من جعلته خليفتنا الخليفة العام بالطريقة المريدية اللهم احفظه بما تحفظ به عبادك وأولياءك الصالحين اللهم انصر به دينك وأعلي به كلمتك واجمع به كلمة الأمة على الخير ووفقه لما فيه مصلحة العباد والبلاد والأمة الإسلامية والأمة الإسلامية قاطبة اللهم يا رحمن يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام يا كرم يا من يفعل ما يريده إن هذه الأمية العظيمة التي خلفها الشيخ الخليفة وأنجزها الشيخ الخليفة لإعلاء كلمة الله العليا نسألك اللهم أن تطول بقاءه فينا منبونا بالصحة والعافية والقدرة والقوة حتى يكتمل المشروع كما يتمناه وتتقوى أركانه ويؤتي ثماره وأكله بإذن الله تعالى وحتى يحقق مشاريع خديمية أخرى فإنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير اللهم منصر كل من يعين الشيخ على أداء مهامه ومشاريعه من أهل وأقارب وأدباع اللهم مكنهم بقوة وأيدهم بنصرك حتى يطوموا على مسؤولياتهم خير قيام ويوفقوا بالغضاء والنجاح بكل مرام آمين يا رب العالمين يا رب يجعل المريدين معا في حسنك الحسين والشمل جمعا ملك جميعهم نفوسهم بلا شيء يضر والمساعي يقبل يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حبنا صل على خير الوراء محمد وآله مع الصحاب العبد واغفر ذنوبي وذنوب المسلمين والمسلمات يا غفور يا معين وقض حوائج الذين داموا في خدمتي وهب لهم ما راموا وارزقهم الإيمان والإسلام والفتح والإحسان واستسلامه وجازهم عنه بالغفران وبالكرامات وبالرضوان واجهبهم إلى الهدى والخير واصرفهم عن الرباء والضير واغفر لهم كل لغا وذنب وهب لهم معا صلاح القلب وكن معينهم على أمور الدين والدنيا مدى الدهور ولا تواقذهم بما قد اجرموا في السن والجهر فأنت الأكرم وافتح عليهم في العلوم فتحا يزيل عنهم دنسا وقبحا وهب لهم سعادة تدون يا بر يا مجيب يا كريم واصرف قلوبهم إلى الطاعات بالعلم والعمل في الأوقات بجاه أفضل وراء محمد وحق شهر رمضان الأمجد وحق آله وصحبه جميع وحق كل ذي سعادة مطيع وصليا عليه ثم سلما وآله وصحبه وكرما ما دامت الخدمة سلما إلى سعادة ولنجاة وإله يا من على كل شيء قادر وعلى العرش العظيم استوا بالقهر يا الله أرمي عجائب قدرتك فيما أتمنى وأطلب وأكرمني بسرعة إجابة دعائي ببركة عبد الله وخديم رسوله خليلك وحبيبك ووصلتي إليك هبني مرامي يا وهاد دون عنم والتكفي برسول الله كل بلا هبني في هذا الدعاء الإجابة بالمصطفى والآل والصحابة يا من أجاب من استجاب هبني إجابة في ذن دائي يا ذا الجلال يا متعالي يا خير والي أجب دعائي صلِّ وصلِّم على المتمم وقلني يعصم بلا انتهاء اللهم صلِّ وصلِّم وبارك على سيدنا ومولانا محمد من نبي أمي مجاب وعلى آله وصحبه وأصنى خديمه واجعلني بجاهه صلى الله تعالى عليه وسلم داعي المجاب آمين يا رب العالمين ببركة عبد الله وخديم رسوله خليلك وحبيبه وصلَّة إليك يا كتاب الكريم أنت بني وخليلي وطُن خَبْدُ كَبِيمٍ يا كتاب الكريم أنت بني وخليلي وخليلي وخُمْتَ خَبْدُ تَمِي بِي حَمْتَ إِسِي وَمَخَرِي حَمْتَ جَعِي حَمْتَ كَنسِي يا خَرَكُّ بِلَّهِ بِي بِي يا رسولة كريم أنت إمامي سلطة فوق تحجير وراء إرامامي ساد ربي بكاللائي نم وإنان حن جانا بي وكارنا يا إمامي ساد ربي بكاللائي نم وإنان كل سيد قارولي بمصفة حرمامي وجه الله وسلم عدن للمقافة منه خير السلامين ما إمامي وجه الله وسلم عدن للمقافة منه خير السلامين ما إمامي